بسم الله الرحمن الرحيم مازلنا مع الشابتر الخامس الخاص بالBumps ومازلنا مع جزء Cavitation in Centrifugal Bumps في الجزء النهاردة هنتكلم على How to Calculate Net Positive Suction Head Available Net Positive Suction Head هو يعتبر فرق بين Absolute Breacher في مدخل البمب والفابر يعني ممكن نكتبه إن Net Positive Suction Head Applied أو Available بيساوي Total Breacher Divided By Roche طبعا عشان يبقى Head عند نقطة واحد ما تروح منه الفابر بريشر عند نقطة واحد يعني الكونديشن بتاع نقطة واحد الفابر بريشر عندها بكام طبعا التوتال بريشر ممكن نكتبه في صورة بي وان على رو جي زائد في وان سكوير على 2 جي يعني كأنه مجموع الستاتيك بريشر ويه الكينيتيك بريشر وير البي وان هي الستاتيك بريشر أت إنلت ويه أوفزا بامب أند الفي وان الفيلوستي أت إنلت ويه البي فيبر هي الفيبر بريشر أت زفليو التمبراتشور طبعا علشان أقدر أحسب أو عوض هذه المعادلة أو أقدر أحسب فيها فإحنا ممكن نطبق برنولي بين نقطتين بين نقطة عند مدخل البامب اللي هي نقطة واحد وبين نقطة الساكشن نقطة سطح التانك مثلا اللي بيتسم السحب منه اللي هو يرتفع مثلا عن مكان تركيب البامب بمسافة اسمها HS في هذه الحالة لو جينا نطبق برنولي خلينا نقول مثلا بي نود أوفر رو جي زائد في نود سكوير أوفر تو جي بلاس زد نود هتساوي البي وان أوفر رو جي بلاس في وان سكوير أوفر تو جي بلاس زد نود بلاس زد وان بلاس الاتش لوسز بين النقطتين دول لو احنا فرضنا ان الديتم بتاعنا عند نقطة الزيرو يبقى زد زد أو دي ممكن نعتبرها بواقب زيرو ويبقى الزد وان بها بالاتش اس طبعا لو جبنا البي وان على رو جي زائد في وان سكوير على اتنين جي في طرف هيتبقلنا في الطرف التاني بي نود على رو جي ناقص اتش اس ناقص الاتش لوسز لو عوضنا في المعادلة الاولى هنجد ان النت بوز تفسكشن هيد عبلايد بيساوي بي نود على رو جي ناقص اتش اس ناقص اتش لوسز ناقص بي في على رو جي طيب هنلاحظ هنلاحظ ان كل الاترام هنا بالنيجاتيب وان البي نود ده يمثل الاتموسفير بريشر الاتموسفيريك بريشر الابسوليوت فاليو اوف ذا اتموسفيريك بريشر ده معناه ان النت بوز تفسكشن هيد لازم يكون الناتج بتاعه بالموجب وبالتالي كل الاترام السالبة دي يعني الاتش الاس لو جمعنا عليها اللصز لو جمعنا عليها البي فيبر على روجي لازم قيمتها تكون اقل من اتموسفيريك بريشر وبالتالي النيت بوز تفسكشن هيد لازم يكون قيمته موجبة طبعا هو مش شرط يكون موجب فقط ولكن الشرط الاساسي ان لما نحسب النيت بوز تفسكشن هيد أبلايد لازم تكون قيمته اكبر من النيت بوز تفسكشن هيد ركواير باي زبام والنيت بوز تفسكشن هيد ركواير ده بيبقى جيفن بي مع الكتالوج بتاع البام لازم يكون النيت بوز تفسكشن هيد أبلايد ليس فقط موجب وانما اكبر من النيت بوز تفسكشن هيد ركواير